يوسف وانتو بطل كاس العالم عايزين نعرف الفريق مبدئيا نتكون ازاي وشكله وطبيعة المنافسة وانت داخل البطول العالمية مسمى بكاس العالم انا صممت الفريق من حوالي او اسسته من حوالي 8 سنين دلوقتي في 2015 كان ساعتها كنت بدرس في اسبانيا وكنت دايما كل يوم بالليل صحابي اللي في مصر بلعب معهم لعبة اسمها League of Legends اللعبة دي اكتر لعبة بتتلعب عالميا وبتتسمى رياضة الالكترونية بسبب عدد الناس اللي بتلعبها بسبب ان هي صعبة جدا بسبب ان هي بتحتاج مش بس جهد زهني من ناحيطك انت سيوا معاك اربعة معاك في نفس الفريق ولازم يكون فيه كود تواصل ما بينكو لازم كل واحد يبعارف الهدف اللي جاي كله بيتكلم في نفس النقطة فاللعبة كنت تعجباني عشان كنت تلعبوا مع صحابي وكنا كنا ناعدين مع بعض في مصر حتى لو احنا عادين اونلاين يعني مش شرط تكونوا مع بعض وانتو بتلعبوا ممكن كل واحد في مكان اكيد طبعا بس كلنا نكون متواصلين مع بعض اونلاين يعني فاكتشفت تفقفين وخمستاشر وانا داخل ألعب معهم في يوم ان هم قرروا السنة دي بالذات يعملوا بطولة كبيرة جدا عالمية كانت ساعتها بـ 18 مليون دولار اللي يكسب البطول يعني دي الجايزة المادية فقط لغير ده غير نسبة المشاهدة اللي بتيجي اللي بتخلي الفرق اللي موجودة يعني كيومتها تزيد ده غير السبونسور سطوع الفرق دي ده غير اي حاجة ده بس الجايزة فبالنسبة لنا كان موضوع شديدنا وعايزين نشوف طبعا مين اللي عيبة اللي هيكسبه 18 مليون دولار ايه اللي عيبة دي في مستوى عمل ازاي وانا اول حاجة كنت عايش شوفها عشان انا دايما بحب اشوف يعني فريق عربي او فريق مصري بالذات اول حاجة كنت بدور عليها هو ده ولما دخلت بص على البطولة نفسها ملقيتش ولا فريق من افريقيا ولا من اي دولة عربية ولا من مصر الموضوع طبعا ساعتها كان صدمة انا افتكرت ان احنا خسرنا مثلا في البطولة بتأهلك للبطولة دي افتكرت ان احنا مقدرناش نوصل لاي سبب فني فلما دخلت ساعتها بص لقيت ان ما عندناش فرق اصلا ولا في مصر ولا في افريقيا ولا في شركة الوسط مفيش اي فريق قرر انه هو يتسمى فريق محترف بيجيب الشباب دي وزي ما احنا كنا منقول قبل ما نطلع على الهوى موضوع السايبر احنا عندنا في مصر 62 الف سايبر فانت عايز تكن يعني ان انت في مصر 62 الف سايبر ده غير بقى تونس والجزائر والمغرب وكل الناس اللي حوالينا معرفتش تجيب فريق فاضلت ابص في الموضوع ودور اكتر واكتر انت فكرك وانت بتلعب فكري مختلف في ناس تانية بتلعب من اجل التسلية بس اكيد لا بس من الناس اللي بتلعب لاجل التسلية فيه بينهم نسبة مستواهم عالي جدا ولو الموضوع فتح انها تبقى مهنة هم مش بس هيبقوا نجحين هم يعني بالنسبة لهم ده هيبقى رزق ومش بس كده بس تقدر تبني من على اساسهم مجال الناس اللي في الاول دول هو اللي انت بتبني من عليهم يعني احنا في الكورة في البسكت في الفولي تأخرنا تأخرنا كتير كمان مش بس كمصر بس المنطقة كلها ان احنا كنا شايفين ان الحاجات دي للطرفيه انت بتلعب بكورة بتشوتها في شبكة دي حاجة عمرك ما هتشتغل دي مش شغلانة ده اللي حاكم نقوله زمان يقولك الكورة هتبوز الولاد وكنا بنسميها كورة شراب يعني كنا واخدينها بشكل ان هو لأ انت عمرك عمر ما دي هتبقى شغلانة الى حين لك انت دلوقتي الاهالي بقوا بياخدوا عيالهم بيصحوا مخصوص بيوضوهم النادي كل اسبوع وعايزين ولادهم كلهم يبقوا محمد صلاح بالظبط او حتى كل يوم عشان زي ما حارك قلت محمد صلاح هو محمد صلاح ده ليه ما احترفش في مصر ليه الدوري المصري مقدرش ياخده ويحترف بيه ويطلع بيه في السماء عشان لأ عشان احنا اتأخرنا فبالتالي الدوري المصري او الدورة الافريكية اللي بتحصل كل الحاجات دي بقت حجمها اصغر بكتير من الشامبينز ديك بتاع اوروبا او من كاس العالم او من هكذا وهكذا بس اللي حلو بقى في رياضة الالكترونية انه هو من اول خطوة بدأها بطولة عالم طيب انت عملت فريق المجموعة هي هي اللي كنتوا بتلعبوا مع بعض لا اكيب طبعا اتغيروا فيه من اللعيبة اللي كانوا موجودين زمان بقوا في الجهاز الفني فيه لعيبة بقوا بيديروا فرق تانية لا الموضوع اختلف تماما الشباب اللي احنا بدأنا معاهم يعني يعتبر هم دلوقتي اللي مسكين المجال فيه اتفرقوا في فرق كتير فيه منهم اللي بقى مدير فني الفريق بتاعه فيه منهم اللي بقى مدير تنفيذي فيه اللي بقى بيشتغل في التسويق يعني اللعيبة اللي احنا بدأنا بيها ما شاء الله عليهم يعني كل واحد فيهم طيب انت كان عندك هدفين ان انت خلاص داخل في صناعة وقد تكون مهنة انا بالنسبة لي كان هدف واحد بس ان ماينفعش يبقى عندك ناس عندها موهبة تماما ومعندهاش سك انهم ينجحوا يعني دي بالنسبة لي كانت اكتر حاجة انا كنت شايفها انه مش بس في مصر بس في كل الدولة حوالينا فيه واحد عنده موهبة زي وزي واحد اوروبي بس ماينفعش يوصل لهوا بيوصله ماهوانا بتكلم دلوقتي ان انت عندك two targets المادي وانت قولتلي طبعا قيمة الجواز كبيرة جدا تكيد طبعا انت الكلام ده زمان دلوقتي اكيد لا دلوقتي طبعا يعني دلوقتي في السنة من 400 ل600 مليون دولار ده قيمة الجواز فقط لغيره طيب كاس العالم اللي احنا اخدناه دي كان قيمة جوازها دي نعم هو كاس العالم اللي احنا اخدناه ده كان يعتبر كاس عالم درجة تانية عشان احنا ممنوع نخش كاس العالم درجة تانية لوهو ده لان كنت بحاولة اوصله حضرتك انه انا بعد لما اسست الفريق اكتشفت ان مش الفريق انه هو يتأسس هيا دي اللي كتنقصة لا هو الشركات الالعاب الالكترونية الكبيرة اللي انت كنت بتكلموا عليه من شوية منع ان احنا نخش بسبب ان احنا يعني بالنسبة لهم مش في الحزبة يعني الشرق الأوسط وأفريقيا ككيان لسه بتبدأ لا مش ككيان هو كالقرة كلها انت تلوقتي بتاخد من أوروبا فريقين بتاخد من آسيا فريقين من أمريكا الشمالية والجنوبية فريقين وفريقين كل قرة بضرحها نظام المسابقة كده احنا مش بياخدوا من عندنا اي فرق يعني يعني في كاس العالم مثلا لكورة تقدر انك انت تقول لدولة انت مش هتشارك بسبب انك انت دولة صغيرة هو ده بقى اللي انا كنت شايفه لازم يحصل وكنت شايف ان الفريق لازم يكون موجود لما يحصل علشان اكيدا يحصل طالما احنا بنسميها رياضة الرياضة هي حق فطالما انت مسميها رياضة يبقى حقي ان انا شارك بما ان انا بلد وان انا عندي موهبة فانا استاهل ان انا شارك في البطورة دي فانا كونت